الفلوس في إيدها زي الرز وبتحلم بعريس تدي له كل الفلوس دي ومفيش أسهل من شروطها وحلى واحدة بس تخليها ترفضك لو تقدمت لها مين ست دي وإزاي ممكن تقبل بعريس بشنطة هدومه؟ ده اللي هنعرفه الحظ لعب معايها وعندها مليارات حطاها في أصول عقارات وعربيات واستثمارات في كل حتة ومش ناقصها غير عريس يملع عليها حياتها ويسافر معاها دبي ويعيشوا هناك ولا عيشة الملوك ودي حكايتنا النهاردة واللي بتحكي عن سيدة لبنانية كل أملها في الحياة إنها تلاقي عريس عندها فلوس بالهبل ومش محتاجة منه غير إنه يحبها ويكون قصد خير فعلاً من جواسته بيها ومواصفات العريس ده بسيطة جداً وهو إنه يكون طويل ووسيم مش رفيع ولا تخين ويكون محترم والأهم ما يكونش مرتبط بحد يعني أرمل أو مطلق أو سنجل وده لإنها بتكره تكون زوجة تانية أو عندها ضرة ومش هتتحمل وضع زي ده والأهم كمان إن العريس يكون متعلم ولازم يكون مصقف علشان يقدر يدير أملكها ولازم يكون متعلم تعليم عالي وبيفهم في الكمبيوتر وأمور إدارة الشركات علشان يقدر يتعامل مع أموالها وأملكها وما ينفعش أي شرط من دول ما يكونش موجود وقالت في فيديو ليها انتشر بسرعة البرق على مواقع التواصل الاجتماعي إنها هتعيش العريس ده عيشة ما يحلمش بيها وده لإنها عندها بيوت وعربيات وهتديله بيت وعربية وفلوس في البنك ومش هيحتاج أي حاجة أبداً معاها بشرط يكون سند ليها وإنها نوية تحط في كام اختبار كده علشان تتأكد من أمنته وتشوفه طمعاً فيها وفي فلوسها بس ولا شريها وده لإنها بتخاف من كل اللي بيتقدموا ليها وبتحس إنهم طمعانين فيها وفي فلوسها وبس وقالت إنها نوية ما تكملش في لبنان خصوصاً إن الوضع الاقتصادي في البلد هناك دلوقتي مش مستقر والليرة اللبنانية منهارة قدام الدولار الأمريكي وعلشان كده سيدة الأعمال كانت نوية سافر للإمارات وتفتح شركة هناك وعشان كده محتاجة شريك حياة يدير ليها الشركة دي ويحافظ على فلوسها والأهم ما يكونش طمعاً فيها ويديها الأمان وفي المقابل العريس ده يسعد يهناه وقالت إنها مش مكسوفة إنها تطلع تطلب عريس خصوصاً إنها من الصغيرة وهي عندها دلوقتي 40 سنة ولو أنت مستغرب كم مصري وبتقول إزاي سيدة لبنانية تعمل كده فالحقيقة إن لبنان فيها نسبة عنوسة كبيرة جداً لدرجة إنها وصلت للمركز الأول في العنوسة ما بين الدول العربية ورغم إن كتير من الشباب في بلاد عربية بيشوفوا إن الجواز من واحدة لبنانية فرصة ما تتعوضش لكن الشباب في لبنان نفسها مش عارفة تتجوز لإن تكاليف الجواز هناك بقت غالية جداً وخصوصاً إن العريس هو اللي بيشير كل حاجة تقريباً ونظام الجواز هناك مختلف تماماً عن اللي بيحصل في مصر والحقيقة إن الست كان نفسها العريس يبقى لبناني لكن مش معترضة لو طلع مصري أو أي جنسية تانية ولقيت فيه المواصفات اللي بتدور عليها وفي الآخر قالت إن اللي عاوز يتقدم لها يكتب لها في الكومنتات وهي هتدخل تدور وتشوف اللي يعجبها وينسبها ولو حست إن الشروط اللي بتدور عليها موجودة في أي حد من اللي عرض عليها الجواز هتدخل تتواصل معاً نفسها قل لنا رأيك في الفكرة دي وهل ممكن تتجوز بالطريقة دي؟ اشتركوا في القناة